موسيقى منتبع إلايف مع نيتشر واليوم رح نحكي مع مارك بيروتي عن المعاملات الزراعية الصحيحة بيظل الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي عم نمرق فيها بلبنان موجور مارك هاي لوريا كيفك؟ تمام هذا الموضوع كتير هلأ بهم كتير أشخاص وانا رح ولك كيف يعني أنا بفكر فيها هو أنه نحن هلأ عم نسمع أو الناس مستعدة أكتر تسمع كتير من الأفكار اللي نحنقولها قبل ما كانوا بركة مستعدين يسمعوا يعني بركة من حسنات يعني ما نحنقول أنه في حسنات للأزمة قبل كانوا يسخوا على الأرض مش ما سلسة يسخوا قبل كان كل شيء أرخص بعمله أسرع أوقات وهيك هلأ يعني ما بدي أقول أنه الأزمة عنده حسنات بس من حسناتها أنه عم نضطر ما نستعمل كمامة كيف ما كان أدوية سامة كيف ما كان وعم نفكر نحنا كيف نوفره ونحن عم نعملهم في ناس أسد عم تعمل المنيح في ناس لأنهم مضطرة عم نرجع نخلي الأرض تعيش أجان عم نرجع نخلي الحياة تعيش الحشرات تعيش والعصف في الملكون الموجودين هيدا مثل خبرية الساد يعني أدي كانوا يحكوا على الساد وبدنا نوقف الساد ما قدر ولا وزير وقف الساد بمدر كم مئة سنة يعني فهلأ الخرطوش فهيدا هي الفكرة فخلنا نبلش بأكتر شي بيسألوا عنه الأشخاص شو فينا نحن نعمل كرميل أكيد تكون زراعتنا أحسن ولنقول أنه بآخر المطاف المزارع شو بهمه بهمه المزارع أنه هو إذا فوت على أرضه فوت على أرضه مساري يعني بده يدفع كل شي بيدفعه فلاحة ورش وخبار وكل هذه الأشياء وهيك هو بهمه أن يخففهم قد ما بيقدر وبعدين كل شي بيقدر يبيع إذا بيعمل فرع بينتهم يعني نحن بالزراعة عم نسميه فكيف بتطلع تقدر مساري من الزراعة إذا بتخفف هالجار رح نقول شو هنه يعني كيف أول شغلة فينا نعملها هو أنه نحن نخلي التربة طبعنا عيشة ونعمل نعمل بحوصات تربة على على الأرض طبعنا نعمل فحص تربة يعني هلأ بعد شوية بنقطع صور لأنه عم بحكي هلأ عن غير شغلة الفكرة الأساسية بالموضوع هو أنه إذا أنا بدي روح أشتري كيماوة وحط كيماوة هالإشياء كلها فنحن إذا عملنا فحص تربة أول شيء يمكن أرضنا منا عايزة كيماوة ومنزيد أجزاكلي شو عايز الأرض بهيدا الطريقة الهينة كتير فينا نبالش فيها يعني كيف واحد مثلا ما بيخد دواء إذا مش عايزه هيدا شغلة كتير أساسية لما نشتري كيماوة نحطهن كيف ما كان عنا شيء تاني ياله هو ستوال وقتنا نعمل فحص تربة يس بنكون عم نعمل هيدا الفحص إذا أخدنا عينة من التربة بنكون عم نعمل فحص لكل الأرض أو بناخد من تحت كل شجرة حلا أكيد لا هو حسب كبر الأرض يعني عادة إذا أرضك دنم يعني ألف متر مربع فيك تاخد عينتان أو ثلاثة من كله وبكفة الفحص التربة بعده مدعونه من الدولة يعني سعره منه كتير غالي وبيعطيك كتير معلومات يعني بيقلك قد يبك تحطي أزوت وفوسفور وبوتاسيوم وإذا عايزه مواد عضوية وإذا أرضك كلسية وإذا نوع الأرض يعني بيساعدك كتير تعرف أشياء الأرض لأن كمان ما تنسى مش كل الناس عندهم زراعة للتجارة كتير ناس عندهم زراعة بيتية مزبوط زراعة بيتية 100 متر 100 متر عينة واحدة بتساعدك فتفهم أرضك يعني مش درورة تعملها كل سنة يعني مش كل عندهم مردود أكيد أكيد بس لأنه بيساعدك لو أنت ما تروح تحطي كماوي يعني كيف ما كان وهي يعني يمكن في ناس بيجيبولي فحص تربة بنصدم بيقول لهم أنا على ثلاث سنين ما تحطوا ولا شي بالأرض يعني هذا الشغل المهم لدينا شغلة الثانية هي تنظيف الأرض يعني أنا إذا بترك وهذا لازم المزارعين يسمعوا إذا أنا مثلا عندي حيالة شجرة وكانت مريضة أو أمراض فطرية وقشت الورع كيف ما كان على التربة الأمراض الفطرية بتعيش فيهم فإذا شجرة مريضة تكنيسة تنظيف الأرض أرض نظيفة بتخف الأمراض هذا كمان شغلة كتير مهمة نعرفها وبيرجع دائما نشتغل يعني أنا مش بنتر لخلص يستفحل المرض تبلش رش برش أدوية كتير عادة مثل جنزارة وكابريت اللي نحن بنحطهم وقائة بالوقت المناسب وبرائة بالشجر يعني أنا بعرف هلأ منطقته عالية رتوبة هلأ وقت برك رشي وقائة لأنه أكيد ساعتها بوفر كتير وفي معاملات كتير بيخة وبعد شوارح نرجع نبلش بالصور بس نوصل كم فكرة اللي هو التشحيل أنا كمزارع إذا بالسيكاتور بيجي بشحل شجرة وهي مريدة وأنا مش عارف بروع شجرة تاني وبشحل فيها نقلت المرض فالسيكاتور تنظيفه بالكول بين شجرة وشجرة كمان كتير مهم هولي أشياء كتير بيخة وجمالا الشجرة المريدة رح تبين مريدة هلأ أوقات لأ ولمفروض عطولي نظيف السيكاتور مية بالمية دايما لأنه أوقات المرض ما عنده بعد سمتم فيكون مثلا منه مبين فيكون مرض فترة فمشان هيك كتير مهم نعمل هيدا الشي طيب أجمالا أنا إذا بجنيني سوري اليوم الموضوع بصير بهمني إذا أنا بجنيني عندي تنقول خمس شجرات من نفس الصنف مية بمية هيدا المرض اللي إجا ممكن يكون جايه على شجرة وحدة ولا بدو يكون فيكون على شجرة وحدة وإجمالا لك شو الصعوبة بالزراعة هي اللي أنت عم تقولي إذا أنا عندي كل شجرة نوع كتير صعب أعرف لأنه بصير بدي عالجها بغير وقتها بغير وقتها وإذا عندي كلهم من ذات النوع بصير في يجي المرض ويجي على الكل فمشان هيك المزارع لازم يكون عينه عشرة عشرة وهيدا فكرة أنه أنا مزارع بس برأي بأرضي وأنا أنجق بطلع لها وبحط شغيل بدنا نطلع منها وعن نطلع منها لأنه الأرض بتعطيها وقت بتعطيك مردود هيدا الشغل كتير مهم كمان وعننا السؤال اللي كتير بيسألوا عنه الفلاحة بفلح أو ما بفلح لازم كتير قريبا من هلأ جمعتين نعمل حلقة بس عن الفلاحة هلأ أنا رح جاوب بطريقة مختصرة في مدرستان في مدارس مع الفلاحة لأنه بيقولوا أنه الفلاحة بتهوى التربة وبتشيل البزر وعنده كتير حسنات وبتخلي المي يفوت أكتر لتحت ويك في مدارس ضد الفلاحة لأنه بيعتبروا أنه الفلاحة بتقتل دي جود بكتيريا وهيك هلأ كمان فيه أنه الفلاحة لما بنعملها صحة وغلط بتطلع الكربون كله لفوق ببطل فيه كتير معادن حد الشلش فبدنا نحكي عنهم أنا بقول أنه الفلاحة منيحة إذا عملناها بطريقة منيحة بس ندلنا نفلح كيف ما كان كمان مش منيحة هولي كلهم لازم نفكر فيهم قبل ما نحنا نبلش نزرع وفيه أنه نزرع مزبوط يعني مثلا خاصة زرع عديم بس ازرع مزبوط يعني روح جيب نباتات منيحة مقاومة للأمراض رائب أمراض التربة اسأل الختيارية الحوالية شو الأمراض بهذه الأرض قبل ما أزرع كيف ما كان جيب النصب اللي هي بتقاوم المرض هلأ رح نبلش بصورة تنفسر عن شغلة كمانة كتير مهمة فينا نعرفها ونتعلمها كلنا اللي هي الكروب روتيشن رحض صورة ونحكي عنها أنه حدا بده يزرع في ترد بنادورة بقسم أرضه لو عنده 500 متر ب125 متر بيزرع مثلا خس أو إشياء مثله الثاني بيزرع فيها بنادورة الثالثة مثلا جزر وهيك والرابعة فول وبازلة السن البعدة إذا منتبه بالصور منقلب ما بقى بزرع زيت النبتة زيت المطرح وهيدي شغلة كتير غلط بتنعمل إذا أنا مقلبت بكتير كتير أمراض التربة ولازم اتعلم العيال يعني البنادورة من زيت عائلة البطاطا والفليفلة والبتنجان فما بزرعهم بزيت المطرح هيدا نسميها نحن المداورة الزراعية وليش الفول والبازلة الفول والبازلة والفاصوليا وهول كتير مهم يكونوا دايما بالأرض لأنه هول النبتات هن لوحدهم هن كيماوي يعني بياخدوا نايتروجين من الجو وبحطوه بالتربة وهيدي شغلة كتير مهمة لبعدنا نتعلمها ومهمة كتير يعني ليكي هون كان في صورة عن كيف النبتات من بعد فول وبازلة كيف بيكبروا ومقارنة على الشمال يلي مش من بعدهم سهولة كمانة مهمة نعرفها هيدا كمانة صورة عن دراسة تانية أنا في ناس بذات الأرض راحوا اشتروا شتلتين واحدة هي فليفلة مقاومة لأمراض هيدا التربة واحدة لأه ليكي الفرق بالصورة لما اشترينا النسبة المزبوطة المقاومة للمرض ليكي الخضر هولي كمانة من معاملات الزراعية المهمة في اللي نعملها وهيكي فما بعرف شو بقى بديك تعرفها لورا عن موضوع اللي بعد فيها نحكي قد ما بديك فيه كنا بدي أعرف وقتها نفلح إذا قررنا نحنا أنه ما نفلح هيدا الأرض بس يمكن بعد سنتين ثلاثة مفروض ترجع تنفلح كما يطلعوا هالبكتيريا اللي عاشت بقلب الأرض جوه يس هلا أي ولا يعني نحنا فينا الفلاحة تبعنا تكون نكش صغير فيها تكون نعمل فلاحة سيبرفيسيال بس البكتيريا لأنه عايشين ننزول لما نحنا نفلح ونطلعهم هنا ما بيقدروا يتحملوا الضوء والشمس القوية مش ناك بيموتوا بس أكيد بيرجعوا البكتيريا يعني مش أنه بيموتوا كومبليتلي بس الفلاحة بحد ذاتها منيحة ومش منيحة حسب شو النوع اللي عم تزرعي يعني مثلا هلأ لما نحنا بكونوا أوقات بيزرعوا تفاح إذا نحنا عاملين أرضنا مظبوطة وبس نكشنا حوالي شجرة وتركنا كل اللي بالأرض العشب وهيك في مدارس بتقول أنه نحنا مع هيدا الشي في شغلة كمانة كتير مهملات منصير كلنا نعملها يلي هي التسبيخ أو الكمبوست يعني هو عمليا نحول نفيتنا العضوية لنوع من السمات هلأ هون كتير مهملات اللي عندهم أرض زراعية ليه؟ مين بيفشل بالكمبوست يلي بس قاعد ببيت وعنده فضلات أكل لأنه إذا بس أنت من فضلات الأكل عم تعملي كومبوست ما بيزبط الكمبوست اللي منيح بده يكون كوش خضرة يلي هي أكل أو مثلا قص الجزوء أو كل شيء أخضر وكوش يابسة اللي بتجي من الشحالة طبعا الجنينة كل ما نحن نطلع فيه نحن نحط صورة ونفرجة الكمبوست يعني منحول النفاية طبعا لهذا الشيء الكمبوست ما إنه كيماوي وهذا الشغل كتير مهم نعرفها هو محسن تربة يعني أنا إذا بجيب كيماوي وبحطها بالتربة بس زدت معدن بس أنا حط كومبوست أو حط زبل عم حط حيات وهذا كتير مهم لأنه بقلب الكمبوست في بكتيريا في دود وفي أنواع الأسمة مشان هيك ما منسميه نحن كيماوي منسميه محسن للتربة وهيدي جدا هامة كمان أن نتعلمها بالزراعة وهيك وكل اللي عم نحكيهم هالأفكار ما بتكلف مساري يعني أنت لما تحاول نفاياتك العدوية للسماد ما عم تدفع مساري لما تشحلي مظبوط ما عم تدفع ليهم لما تعامل الكروب روتايشن عم تخفف من الأدوية لما تستعمل نباتات المظبوطة مثل الفول والحمص بالروتايشن عم تحطي كيماوي وعم تسامد التربة هذا كله سوا مترابط وقدمه ضبوط أنه وقتها تنقلن شيء للحشيش من الأرض أو الوراقية اللي شحلناهن نرجع نغطي فيهم كعب الشجرة هذا الشيء كتير مهم وناجح لأنه هيدا طريقة متلقنك عم تقلد الطبيعة يالي أنت عم بتقوليه هو منه الكومبوست بس الكومبوست بسرع هالعملية يعني عادة بالطبيعة بيقشطوا وراق بس بيرجع بيقشطوا طليون شيء ورا شيء ورا شيء على الحرارة بيتفككوا وبيصيروا معادن أنت اللي عم بتقوليه هي طريقة البطيئة بس منيحة اللي منسرع إذا عملنا كومبوست يعني لما أنا حطهن فوق بعدهم كان في صورة هلأ كمان عن الرماد الزيت اللي عم تحكيها بس نحنا فينا رماد إذا كان عنا ما بعرف باربيكيو منقى البكرة سوبي أو هيك الرماد هو مهم بالزراعة فينا نحنا مثلا نحطه حوالي الشجر فينا هون مثلا تشوفه يعني كيف بينحط عادة ما بيمنع الهواء أنه يفوت على الهواء أبداً أبداً الرماد حتى في بقلبه في سماد حتى في ناس بتكبه فوق الجزون بقلبه في كتير فوسفور و بوتاسيوم ونفس الوقت بيمنع بعض الأمراض فهيدي كمانا معاملات كتير بيخة وصغيرة في عنا كمانا شي فينا نعمله اللي منسميه نحنا التراب بلانتينج أو نعمل فخوخ للنباتات ليك هو إدي حرميننا الأفكار هيدا حدا مزارع بندورة بالنص زارع كلاندولة فهيدا النبتة الكالاندولة هي بريحتها بتبعد الفرفور وأمراض البندورة وبالأرض بتبعد عنه نيماتود فهيدي كمانا نعرف شو بعيش حد شو منسميه نحنا أو النباتات المصاحبة يعني إذا حدا بيكتب هيدا الشي على جوجل بيعرف شو ينحط حد شو وشو فيه نستعمله فخ لشي تاني وهيدي كمانا كتير مهمة نحفرجيك كم صورة عن ممكن على زراعات كبيرة مثل هون مثلا كيف زرعينهم هيك حد بعضهم كيف بينحطو هون مثلا عندنا عريشة زرعين تحتها نوع من النباتات اللي هي بتاخد الأمراض عن العريشة وبتبعدها هيدا الصورة مهمة إذا حدا عنده مثلا من كتير بيزرع كابوسين بيجي المن عليها بيشيلهم بيحرقهم وهيك هو ما بيضطر يرش هولا هيدا الشي كله اللي عم نحكي عنهم فيه كتب بتعلمهم شو هن النباتات اللي بيحبوا يعيشوا حد بعضها وبكرة أكيد نحنا منخصص لهم حلقات تانية بس هو كله المعاملات الصغيرة فينا نحنا نحسن زراعتنا من دورنا نتكلف عليها ونخلي الأرض عايشة ونحنا منيكل شي صحي مرسي مارك بدأ اشترك على المعلومات مشاهدينا بعد البريك نكون مع توب ستوري بالله اشتركوا في القناة